السلام عليكم اليوم بدنا نحول كوب حليب الى كريمة طريقة كتير سهلة وميزة وكتير كتير بسيطة نحنا بحاجة لكوب من الحليب وبحاجة لكوب من الماي وبحاجة لجيلاتين نباتي من عند العطار بتقدروا تجوبوهون هلأ رح شيل الجيلاتين النباتي وحطن بقلب كوب الماي وراح نحرقون كتير منيح لحتى نحصل على مادة لزيجة متل ما شايفين رح نحرقون كتير كتير منيح هلأ رح نشيل كوب الحليب ونحطه بالمضرب نحنا بحاجة للمضرب يعني على طول انا بحاول اني اعملكم ابسط الطرق لكل شرائح المجتمع وحاول اني ما حط المضرب باي فيديو ولكن في فيديوهات نحنا بحاجة للمضرب الكهربائي هلأ هايدي الكوب اللي فيه المادة الجيلاتين بدي حطه بالمايكروايف لمدة 15 ثاني او اقل شوي صغيري بس لحتى تدفع عند الماي هلأ بعد ما ضيفت عند الماي رح حطن بالمضرب فوق كوب الحليب ونبلش نخفئ كتير منيح رح نضيف سكر بودر تقريبا نص كوب صغير يعني اذا هنضيف سكر البودر للكريمة اللي رحنا عملناها دايكم ما شاء الله كيف صارت هالكريمة رائعة جدا وبدقايق قليل طبعا هلا انا زدت السكر رائعة رائعة متل ما شايفين هلأ رح طبعا افتح المضرب لفرجيكم كيف صاروا كيف صارت عنا الكريمة الرائعة للي شكلها هيك غير شكل طالع بس لنفتح شوي المضرب هلا دايكم ما شاء الله كريمة رائعة بتجنن ومن كوب حليب واحة طبعا انتو بتقدروا تعملوا الكمية اللي بدكن اياها وانا عملت طبعا كريمة سهل كتير بمكونات كتير بسيطة رح حط لكم الرابط ورح حط لكم شاشة بالنهاية عملتها من مواد طبعي كتير وسهل كتير شفتوا ما شاء الله هالكريمة رائعة اذا هون نحن حولنا كوب الحليب لكريمة ما تنسوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة اذا اول مرة بتدخلوا كبسوا لايك وكبسوا اشتراك سبسيكرار اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس هلأ رح شيل الكوب الكريمة وحط شوي بالبراد لحتى يجمد كتير منيح ورح استخدموا رح حط فوق فريز او حتى رح حطوا على كيك او اي شي بتمنى يكون هيدا الفيديو عجبكن انا بدي ودعكن مع تحياتي الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة